ما زلنا نتواصل معكم وما زالنا نشوط العصالة والتراث متواصلة أيضا انطلاغة الشوط الثالث عشر في هذه اللحظات وهو الشوط الرابع في ترتيب الحقائق البكار للأشوط المفتوحة إذن أعلن نتائج الشوط السابق الذي الشوط الثاني عشر ذهبه في المركز الأول حشيم للسيد مبارك من السهيل الجديان وثاني للمراكز جودان لسيد حسيم بن مان عبدواس عذرا 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 لسيد حسين بن مان عبدواس لم ندعى جودان في المركز الثاني إذن حصل على المركز الثاني جودان لسيد حسين بن مان عبدواس العجب إذن ننغل المايك للزميل سعيد بن علي الزرعي لأول كل مولكم حسن الاستماع بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لزميل بسام نتواصل بهذا الشوط الذي انطلقي منذ لحظات كما ذكر الزميل بسام هو الشوط الثالث عشر في المجموع والرابع بكار المفتوح مباشرة يلا بقدمة الشوط سلام لسعادة المحافظ اسليمان بن حمد الجبريل لكن دخول في هذه اللحظات اللي وصلت بقوة مشاهدين الكروب الحنود الحنود في مقدمة الشوط تعوده سيد نايف نافل بن مناور الشمري ننتقل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني وصلت السلام في هذه اللحظات لسعادة المحافظ من جبريل ننتقل إلى المركز الثالث قدوب على المركز الثالث من قبل سمحة حمد بن ناصر بن الحوضي المنهالي يوقع محمد قادم في هذه اللحظات ننتقل بالمركز الثالث نسير إلى ثالث المراكز نجد الغدوب على المركز الثالث من قبل عنود السيد طين حمد بالراية المرية خذت المركز الرابعة نقل إلى المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام اللي وصلت على المركز الخامس العنود للسيد حمد بالراية المري ننتقل بالمركز السادس شوفوا الغدوب على المركز السادس من قبل الكويت الله يا الكويت وترقص هنا ببطولة الكويت للسيد فراهيم بن حمد إن حيمي وصلت بقوة في هذه اللحظات ننتقل وياكم إلى المركز السادس سادس المراكز هنا متواجدة اللي هي الباصلة وصلت الباصلة سيد محمد بن علي بوليلة ننتقل إلى المركز السابع في سابع المراكز قدوم على المركز الثامن من قبل اللي وصلت في هذه اللحظات قدومها قدوم ممتاز صدمة صدمة واصلة صدمة مشاهدين الحزاء للسيد مطلق من سلمان العطوي ننتقل إلى المركز التاسع تاسع المراكز هنا متواجدة في المركز التاسع سرابة وصلت للسيد ماجد بن محمد من خلفان وعاشر المركز مشاهدين الحزاء هنا في المركز الحاشر وصلت وصايف للسيد ناصر بن مبارك بن فهيد العجمي هذه مشاهدين الحزاء عملية تضميرها عند علي بن دنيفر الهاجري هذه المري اللي ضمرها مشاهدين الحزاء نعود إلى مقدمة الشوت حصل تغيير طراطاري على مقدمة الشوت من قبل سمحة اتسمحة امورها اتسمحة امورها يسلام سمحة سيد محمد بن ناصر من الحوض المنهالي اللي سجل معنا اليوم نقطتين والباحث عن النقطة الثالثة في هذه المسيرة وهذه البطولة الكويتية الحريقة ننتقل إلى المركز الثاني شوفوا القدوب الكويت يسرى وصلت الكويت الكويت غادبة سيد براهيم الحمد بن عيمي وصلت بقوة ننتقل وياكم إلى المركز الثالث ثالث المراكز هنا متواجد السلام لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جمريل فدوب يا السلام يا السلام سالب بن عيمي شحول هو من يتابعها شوفوا القدوب على المركز الثالث ارصد يمصورنا ارصد سلامة ماقيد بن محمد بن خلفان وصلت بقوة ننتقل بالحلفان ماقيد بن حمد بن حلفان اللي واصل في هذه الحفات اللي سلامة وتسرمت سلامة شوفوا المركز الرابع شوفوا اللي واصله هنا متواجد الحنود لسيد حمد بن راية المري يا السنوب يا السنوب يا السنوب وصلت في هذه الحظات ايضا صدمة صدمة قادمة لسيد مصرط بن سلمان بن عطوي ولكن نحود عن مقدمة الشوف نحود عند سمحة ونحود عند الكويت ونحود ايضا عند سرابة لا زالت سمحة سمحة في المركز الأول سمحة في مقدمة الشوف حمد بن ناصر بن حوضي المنهالي ولكن الكويت الكويت قادمة قادمة الكويت اللي في المركز الثاني إبراهيم بن حامد بن حامي محتلت المركز الثاني وتحركت حركت سرابة سرابة السيد ماجد بن حالهون وصل بن حالهون وصل بن حامي والكويت يا سلام وصلت الكويت الكويت غادمة سلامي على كويت العزيزة وهلها سلامي على كل الرجال الحشامة يلي يحضروا في قيها ومحتفلها دارة بهاشوخن عزاز الكرامة سلاة لله في وللي نزلها هذه انطلقت انطلقت بالمركز الأول انطلقت الكويت سلامي على الكويت سلامي على ميدان الكويت سلامي أيضا يلي سيد برهيب بن حامد انحامي بمناسبة فوز الكويت المركز الثاني سبعة سيد محمد بن ناصر بالحوض المنهالي المركز الثاني سلامي ماجد بن محمد بن حالفان المركز الرابع هذه المركز الرابع مشاهدين الحزاء وصلت وصايف مشاهدين الحزاء لسيد ناصر بن مبالف فيهد العجمي رابع المركز الخامس الخامس مشاهدين العزاء بنحون المري وساعة مشاهدين العزاء السلام سعاد الحافظ الإمام بن حمد بن جبريل بقية المراكز نحولها عند اللجنة نعود بالتهنية والناموس إلى هالي الكويت سلام إلى هالي الكويت وسلام لسيد رهيم بن حمد النعيمي بفوز هذه النقطة وتحسب لهالي الكويت وهالي البطولة الكويت الحادية تعشر بهذا المهرجان تهانينا لجميع الفايزين بالمراكز الأولى حفظ الوفر اللي ما حلفهم الحفظ الآن نحود بالكلمة إلى الزميل بسام الشمري